تواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من بينها قناة السويس وتنمية منطقتها الاقتصادية لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتحويلها لقبلة الاستثمار الخارجية ومنذ افتتاحها تشارك قناة السويس وبقوة في تاريخ مصر الحديث منذ تأميمها شهدت القناة مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع محققة دخلا تجاوز 143 مليار دولار قناة السويس وتنمية منطقتها الاقتصادية تحدي آخر يضاف إلى مجموعة تحديات تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الاستفادة القصوى منها وتحويلها لقبلة الاستثمار الخارجي باعتبارها شريانا استراتيجيا واقتصاديا هاما للدولة منذ حفرها قبل 153 عاما تشارك قناة السويس بقوة في تاريخ مصر الحديث ومنذ تأميمها شهدت القناة مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع محققة دخلا تجاوز 143 مليار دولار لتصل إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها حفر قناة السويس الجديدة كان ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز لكن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المرة كانت ضمن الأسباب أيضا بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط الخدمات المستحدثة التي قدمتها الهيئة للسفن عملت على جذب عملاء جدد للقناة حيث يتم تقديم العديد من الخدمات مثل تموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم وغيرها من الخدمات مثل خدمات الإصلاح والصيانة داخل الترسانات في السويس وبرسعيد كذلك أمام الحكومة ملف هام للعمل عليه خلال الفترة المقبلة وهو ملف التطوير الدائم والعمل على زيادة عمق القناة ومراجعة ذلك بصورة دورية ومستمرة للتأكد من عدم تأثرها بأعمال التجريف التي قد تحدث من الجوانب كذلك تعمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم إيرادتها التي بلغت 4.3 مليار جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من النصف الأول للعام المالي 2022-2023 بزيادة قدرها 70% تقريباً وفيما يخص الاستثمارات تضمن النصف الأول للعام المالي الجاري 2023-2024 حصول 48 مشروعاً على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات يبلغ 991 مليون دولار تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيموية والمناطق اللوجستية وغيرها كما حصل 42 مشروعاً على موافقة مبدئية ويجري استكمال الإجراءات لها باستثمارات تبلغ 980 ملايين دولار وشملت تلك الاستثمارات دولاً عدة من بينها الصين والسعودية وتركيا وألمانيا واليابان